اللقاء بين قائد حماس وزعيم حزب الله في لبنان التقى من عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الثلاثاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له ضمن جولة الأخير في لبنان وتعتبر هذه هي زيارة الثانية لهنية في لبنان حيث التقى زعيم حزب الله حسن نصر الله سبتمبر الماضي وأشارت وسائل إعلام إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس وكذلك على ثبات محور المقاومة في إشارة إلى الحزب وحلفائه وخصوصا إيران في مواجهة إسرائيل وتعتبر هذه هي زيارة الثانية لهنية في لبنان حيث التقى زعيم حزب الله حسن نصر الله سبتمبر الماضي وأشارت وسائل إعلام إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس وكذلك على ثبات محور المقاومة في إشارة إلى الحزب وحلفائه وخصوصا إيران في مواجهة إسرائيل ولم يذكر مكان ولا تاريخ اللقاء ونادرا ما يظهر نصر الله بشكل علني ولا يعرف مكان وجوده وبحسب بيان حزب الله استعرض حسن نصر الله وإسماعيل هنية الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة وأسبابها ومجرياتها ونتائجها فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا مما يمكن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على هذا النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول إلى النصر الحاسم وانهائي وأوضح البيان أنه تم البحث في اللقاء على عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحماس وموقعها الأساسي في هذا المحور وفي هذه المعركة الحاسمة ونجحت مصر في التوسط بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار وبينما تتحدث تقارير عن زيارات بين حماس ومسؤولين في إيران وكذلك ممثلين لإيران في لبنان كان ممثل حركة حماس باليمن معاذ أبو شمالة قد التقى بمحمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين الأحد الماضي وسلمه درع حركة حماس تقديرا لما اعتبره جهود في دعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومات تحديدا وقال أبو شمالة إن هذا اللقاء الطيب هو تتويج للعلاقات بين حماس والحوثيين ربنا يزيد من هذه العلاقة ويجمعنا وإياهم دائما في طريق التحرير والنصر وأن تنكسر كل هذه المؤامرات والهجمة على المقاومة وإن شاء الله النصر قريب وأثار اللقاء وتصريحات أبو شمالة موجة انتقادات سعودية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لحركة حماس في ذل الصراع العسكرية التي تخوضه المملكة ضد الحوثيين في اليمن من جانبها قالت حركة حماس في بيان إن أي تصريح أو تصرف أو موقف يفهم منه إنه إنحياز لأي طرف أو تدخل من الحركة في الصراع المؤسف في اليمن وغيره هو موقف شخصي لا يعبر عن الحركة وقيادتها بأي حال من الأحوال وينظر للعلاقات بين حماس وإيران بعين الحذر والترقب في الوقت الذي بدأ فيه محاولات تركيا الحثيثة للتقارب من مصر ويرى دبلوماسيون إن هناك منفعة متبادلة بين الطرفين الإيراني والإخواني رغم الإختلاف الأيدولوجي فيما يرى آخرون أن هناك تشابها فكريا بين الجماعة ونظام الحكم بتهران يقوم على توظيف واستغلال الدين في العمل السياسي فضلا عن استغلال الأيدولوجية الدينية لتجنيد مؤيدين جدد وتحدث تقرير سابق أصدرته مؤسسة ماعة الحقوقية عن العلاقة الوثيقة بين الإخوان وتهران والدور الذي لعبته الجماعة كوكيل لنظام إيران في المنطقة وعقد تنظيم الإخوان الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان في الخارج وبين قيادات إيرانية وربما ستشهد الأسبوع المقبلة لقاءات هامة ستجمع قيادات حماس بالمسؤولين في تهران وكذلك في لبنان موسيقى